موسيقى قلل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أهمية أزمة قطر وفي مقابلة مع وكالة أنباء رويترز على هامشي منتدى مبادرة مستقبل للستمار اعتبر الأمير محمد بن سلمان أن تلك الأزمة أصغر من أن تؤثر على الاستثمار ونرحب من جدة بالكاتب والبحث السياسي وليد العمير أهلا وسلم بك سيد وليد حقيقة تبعت بكل تأكيد تصريحات الأمير محمد بن سلمان حول أزمة قطر وقال بأنها مسألة صغيرة جدا 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 ما الذي يعني هذا التصريح برأيك يعني حرفيا قطر ومشكلة قطر أصغر من أن تؤثر على أي شيء في الدول المقاطعة وأكبر دليل نيوم التي أعلن عنها سموه هي بضعف مساحة قطر كمساحة واستقطاب الاستثمارات يعني رأينا استذاب العالم لهذا المشروع فما بالك بالمشاريع الأخرى فأعتقد أن كلامه يعنيه بالمعنى الحرفي أن قطر ومقاطعة قطر أو أزمة مع قطر أقل من أن تؤثر على الاستثمارات بكل تأكيد يعني هذه ناحية لا خلاف عليها المتأثر هي قطر نفسها من هذا الأزمة الحاصلة الآن وزير خارجية قطر طاف العالم خمس مرات تقريبا ولم يجد أي حل أمير قطر في كل زياراته كان يطرح الأزمة القطرية بينما نجد أن دول المقاطعة لا يطرحون الأزمة أثناء توجههم لأي زيارة دولية الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظ الله كان في روسيا ولم يتطرق لقطر ولا تعنيه شيء الأزمة تعني للقطريين بالدرجة الأولى المتضررون هم منها الخطريون فكلام سمو الأمير محمد بن سلمان واضح جدا وصريح وفعليا هو تزامن مع حدث تاريخي للمملكة يؤكد على أن هذه الأزمة لا يمكن أن تؤثر علينا نحن هنا في الدول المقاطعة نعم دعني أرحب بضيفي أيضا من الرياض بنائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن جمعة دكتور فهد أهلا وسهلا بك نتحدث عن تصريحات الأمير محمد بن سلمان الذي قال بأن الأزمة أصغر من أن تؤثر على الاستثمار برأيك هذه التصريحات كيف ستنعكس على مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي دول المقاطعة لقطر برأيك دعني أولا أفسر ما قال الأمير جدا 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 فجدا الأولى يعني فيها أن التأثير السياسي أو النفوذ السياسي لقطر ضعيف على مستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي أما جدا الثانية وهو يعني الاقتصاد حجم اقتصاد القطري لا يتجاوز 153 مليار دولار وهذا ما يعادل أقل من خمس اقتصاد السعودية أما جدا الثالثة فأنا أفسرها حجم الاستثمارات حجم الاستثمارات في الخليج أو في السعودية محدود لقطر ولا تمثل التجارة تجارة قطر مع دول الخليج إلا ما يقارب أقل من 11 مليار دولار فهذا يعني لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا استثماريا فهي محدودة القدرات وكلام اليوم الأمير هو يتكلم عن إن هذا لن يؤثر أبدا أو في المعادلة الاقتصادية أو الاستثمارية في السعودية فهو متغير لا تأثير له لو عملت معادلة رياضية لو وجدت غير كفو هذا المتغير سوف تحذف من المعادلة إذن الثقة في الاستثمار في السعودية واضح ودليل عليه أعظم المستثمرين وأكبر المستثمرين في التقنية وغيرها جاءوا لهذا الاجتماع والمؤتمر ولكن اسمح لي دكتور فهد هنا اسمح لي دكتور فهد قبل أيام الأمير تميم الأمير القطري حينما ذهب في جولة أسيوية قال بأن الأزمة تؤثر على الجميع يعني على قطر وعلى الدول المقاطعة ما مدى جدية هذه التصريحات برأيك؟ لا جدية لها تؤثر على قطر صحيح تأثير كبير ونحن نعرف الآن أن قطر بدأ يبيع من أصولها الاستثمارية وبدأ اقتصادي يواجه ما يسمى بالكوست بول انفليشن معنى أنه يواجه ركود وتضخم في نفس الوقت وهذا لا يحدث إلا في وقت الحروب فالآن قطر تواجه نقص في العرض أو الإنتاجية أو حتى الواردات وفي نفس الوقت يحدث تضخم ارتفاع هائل للأسعار فهي تواجه ضرر اقتصادي كبير من هذه المقاطعة أما السعودية فلا تأثير عليها أبدا لكن نقول أن قطر دولة خليجية وفي مجلس التعاون الخليجية ولا نرضى بأي شيء يحدث بيننا لكن من ناحية اقتصادية أو من ناحية سياسية المملكة لها مركزها وثقلها السياسي ولذا هي أصبحت واحدة من مجموعة العشرين الذي يمثل أكبر اقتصاديات في العالم فكلام هذا في مغالطة كبيرة وهو أعتقد أنها زل لا يقصد فيها التأثير على قطر وليس على السعودية سيد وليد هل هذا هروب من أمير قطر هروب إلى الأمام لدفع الأزمة خارج ملعبه؟ السياسة القطرية مترنحة لا أفهم في أي اتجاه تسهير هي تعلم أن الحل في الرياض وتتجه لشرق آسيا وتتجه لأوروبا وتتجه لأمريكا وتتجه في كل صوب بينما الحل الأزمة وتفاديهم لما يحصل لهم هو على بعد خطوات منهم عندما اتصل أمير قطر بسمو الأمير محمد استجاب فورا وأمر بتشكيل لجنة للتباحث لكن كان الرد القطري أو المراوغة القطرية مستمرة وبعدها بدقائك كان البيان الصادر من وكالة الأنباء القطرية القطريون يذهبون هنا وهناك يرمون التهم وهم يواجهون مشكلة حقيقية وهم تضررون الدول الأربع المقاطعة أعتقد أنها مستمرة في ازدهارها مستمرة في نموها لم تتأثر بأي حال من الأحوال ولا بنسبة بسيطة لم تتأثر اقتصاديا أقصد حتى سياسيا قطر كان يمكن لها أن تستمر في الازدهار وأن تنمو بشكل أكبر متما كانت في حضنها الخليجي العربي قطر الآن متضررة حتى في استضافة الكأس العالم أعتقد حتى لو انتهت الأزمة بين الدول المقاطعة وبين قطر ستتأثر في الحضور الجماهي لكأس العالم وهي الآن تواجه مشاكل في التحقيقات فتح ملفات لهذا الحدث الذي ينتظرونه وسأثر عليهم اقتصاديا لو سحب منهم وهو قابل لهذا الشيء فتأثيرات قطر ستكون المستقبلية أكبر بكثير ومتى ما استمرت الأزمة فهي المتضرر الأول والوحيد قطر إذا أرادت الحل عليها أن تتجه صوب الرياض قطر إذا استمرت في الأزمة فالتبعات أكبر بكثير من أن تتحملها مهما كانت الدول المقاطعة تتعامل مع قطر بالآية الكريمة ولا تأتي السفهاء أموالكم فطبقونها بحذر أن مثل قطر يجب الحجر عليها ويجب أن تكون في موضوع المراقبة قطر تمتلك أموال صحيح لكن هي كدولة صغيرة لكن تمتلك أموال كبيرة وبالتالي تريد أن تبحث عن موقع بهذه الأموال ولكن النتيجة أصبحت سيئة وموقعها سيئة دكتور فهد دول مقاطعة لقطر تجاوزت هذه الأزمة لكن قطر بقيت في مشاكلها هل الدوحة قادرة على الصمود فترة أطول برأيك أبدا هي غير قادرة وهي دخلت الآن مثل ما ذكرت ما يسمى في الاقتصاد التضخم الركود التضخمي وهذا ارتفاع في التضخم وقلة في الإنتاجية فقطر ليس بيدها خيار أما أن تلبي الطلبات الثلاثة المعروفة أو أن تبقى كما هي فمصيرها هو الكساد والهلاك الاقتصادي وصدقني عندما يصبح هذا الركود التضخمي أو يصب إلى مستوى حاد سوف تعاري من قطر حتى لو انحلت الأزمة على فترة طويلة يعني هذا أثر اقتصادي خطير عندما يتضخم اقتصادك والعرض الكل من خفض هذه أزمة حقيقية حتى الاقتصاديين لم يجدون الحل المناسب لمثل هذه الأزمات لأنك لو عالجت التضخم كيف تعالج الركود أو القفض للإنتاجية فهي مسألتين متناقضتين لذا أنا أرى إن قطر سوف تعاني الكثير في المستقبل وليس أمامها إلا خيارا واحد هي قبول ما طلبها منها الدول الأربعة أو إنها تخسر الكثير والمليارات وهي خسرت المليارات حتى الآن وسوف تخسر وسوف تعاني اقتصاديا وبقيمة تعادل ما تحقق أو ما حققته في السنوات الماضية نعم سيد وليد حقيقة منذ مدة منذ فترة ربما أسابيع كان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش يتحدث عن أن الأولوية قطر لم تعد من الأولويات أيضا أكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير على نفس الموضوع اليوم الأمير محمد بن سلمان يعود ليتحدث عن الأزمة أزمة قطر صغيرة جدا 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 برأيك ما الاستراتيجية التي تتبعها دول المقاطعة تجاه قطر بعد تعنتها الواضح وعدم انسياعها للمطالب الخليجية سيد الكريم يعني لو رجعنا الأزمة الآن وتبعاتها بعد مضي هذه الفترة عليها لك أن تشاهد ما الأثر على الدول المقاطعة لا يوجد أي أثر بينما قطر تشتكي وتصيح وتتجه في كل مكان الدول المقاطعة ليس عليها أي تأثير مباشر من هذه المقاطعة إلا أنهم أشقاء لنا وتأثروا هم السبب في ذلك منذ البداية كنت أتمنى أن يتعامل الإعلام مع الأزمة الخطرية لأنها أقل من التضخيم قطر تمتلك أموال صحيح لكن لا تمتلك أي تأثير لا سياسي لا اقتصادي لا شيء هي تدعم الإرهاب أو جماعات إرهابية تبحث عن القلاق اللي هنا وهناك لكن لا توجد لها أي تأثير فعلي لا إقليميا ولا دوليا فهي متأثرة أكبر ما قاله المسؤولون هو حقيقي يعني لك الآن أيهما أهم للمملكة تحديدا أزمة اليمن أم أزمة قطر لدينا أولويات في التنمية في المشاكل الإقليمية أكبر من قطر وأكبر من مقاطعة قطر مقاطعة قطر هي للحد من بعض النفوذ الإيراني يعني قطر هي ذراع واستخدمت أموالها للعبد أدوار يعني سيئة في المنطقة الآن يعني حجمناها بمجرد أن يعني ما نرسل حقوق سيادية يعني الدول الأربعة ما رسلت حقوق سيادية في التعامل مع قطر يعني لم نطلق رصاصة واحدة تجاه قطر لا نحتاج هذا الشيء يعني ما قام به ما قامت به الدول المقاطعة سيادي حق سيادي وتمارسه بكل بكل سهولة لم تتأثر من هذا الشيء ولو لا استمرت لسنوات لن تتأثر ولا نتوجه أجهة أي مشكلة في هذا الجامع دكتور فهد في دقيقة واحدة يعني نلاحظ مؤخرا بأن المملكة العربية السعودية في ظل مقاطعتها لقطر هناك توجه لشركات دولية مع روسيا مع عدد من العواصم العالمية هناك استقطاب لعدد من الاستثمارات لعل مشروع نيوم أحد تلك الاستثمارات الكبيرة كيف يمكن أن نقيم كل هذه الشركات في وقت قطر تخسر فيه الكثير والكثير هذا دليل أن المركز المالي والاقتصادي للسعودية رغم تراجع معدل النمو في السنتين الأخيرتين ما زال قوي والعالم يثق في السعودية وفي اقتصادها وفي سياساتها سواء الخارجية أو الداخلية فهذا إذا السعودية الآن هي مركز الجاذبية أو الـ للاستثمارات العالمية السعودية بقيادة خادم الحرمين وولي العهد يستشرفون المستقبل ولديهم ولدى الشعب السعودي طموحات كبيرة وهذه الطموحات الكبيرة هي التي تخلق هذه المصالح الاقتصادية بين السعودية والدول العظمى والدول الصديقة العالم الآن يتعامل مع المصالح الاقتصادية وهي تحدد حتى المسار السياسي أشكرك جزيلا شكرا الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي حدثتنا من الرياض شكرا جزيلا لك وأشكر الكاتب والبحث السياسي وليد العمير كنت معنا من جدة شكرا جزيلا لك أكدت المملكة العربية السعودية عدم وجود مؤشرات على أن النظام الإيراني يعتزم معالجة الظلم والاضطهاد الذي تعاني منها لقليات داخلها خاصة عرب الأحواز وذكرت السعودية في بيان ألقاه وفدها لدى الأمم المتحدة أن طهران تسعى لصرف انتباه العالم عن الوضع المزري لحقوق الإنسان فيها من خلال اختلاق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة الكل سواسية في الظلم منهج اعتده النظام الحاكم في طهران مع كل الأقليات العرقية التي تشكل في مجموعها السواد الأكبر من سكان البلاد ومن بين كل هذه العرقيات يقع على عرب الأحواز النصيب الأكبر من الاضطهاد والظلم محاولات لا تتوقف لتمصي هوية سكان الإقليم فمنذ احتلالها الإقليم في الربع الأول من القرن العشرين نفذت الحكومات الإيرانية المتعاقبة خطة شاملة لمحو الهوية الأحوازية وحرمت طهران أهالي عربستان من الدراسة بلغتهم الأم وغيرت أسماء المدن إلى الفارسية وحضرت أي أنشطة ثقافية عربية وعقبت النشطاء بالسجن والتعذيب حتى الموت ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات على أن النظام في طهران يمكن أن يغير من تلك الممارسات ضد الأقليات بشكل عام وعرب الأحواز بشكل خاص الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة نبه لخطورة هذه الممارسات الإيرانية وآثارها وتناول بيان للوفد أمام المنظمة الدولية السجل الإيراني الأسود في مجال حقوق الإنسان وعدم احترامها للمواثق الدولية والمعاهدات الدولية وأشار البيان إلى أنه بدلا من أن تعمل إيران على حل مشاكلها الداخلية تصدرها للخارج من خلال اختلاق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة والعمل على إشاعة خطاب الكراهية والطائفية ما أشار إليه البيان السعودي وواقع يمكن تتبع أثره في العديد من مناطق الصراع والتوتر في المنطقة من العراق وسوريا شمالا إلى اليمن جنوبا مرورا بلبنان هذا وقد حذر تقرير دولي جديد من نهج إيران المستمر في تجنيد القصر خدمة لمخططاتها التخريبية في المنطقة لا يردع مخططاتها في تقوية مخالبها حول العالم قرارات دولية أولا تفرق في نهجها هذا بين قاصر وبالغ فتجنيد إيران للأطفال واستغلالهم في توسيع نفوذها من بين ستة انتهاكات إيرانية خطيرة حددها مجلس الأمن الدولي بحسب تقرير دولي الساحة السورية خير مثال على ذلك فالتقرير تحدث عن تجنيد إيران للأطفال وزجبهم في أتون الحرب في سوريا في الخطوط الأمامية بعد تسميم عقلهم بأيديولوجيتها المتطرفة وتسليمهم السلاح أما مهمة استياد الفريسة فتوكل إما للحرس الثوري الإيراني أو لذراع إيران في الخارج فيلق القدس التقرير كشف أيضاً عن مساومة تهران لأطفال موجودين في أراضيها بشكل غير قانوني بمنحهم إقامة قانونية مع عائلتهم حوافز مالية مقابل انضمامهم للقتال إلى جانب الميليشيات الموالية لها في سوريا بل عبأت بالفعل كرهن عشرات اللاجئين القصر ضمن فيلقاء وألوية أعمارهم دون الخمسة عشر عاماً وهذا انتهاك سارخ لبروتوكول اتفاقية الطفل الاختياري التي وقعتها إيران عام 2002 والتي تنص على أن يكون الحد الأدنى لسن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية ثمانية عشر عاماً تغتال إيران براءة الصغار أمام صمت من الكبار فيتكشف وجه آخر من أوجه المأساة فكثير من العائلات تحجم عن الإبلاغ عن اختفاء أبنائها خوفاً من انتقام ميليشيات إيران منهم حسب تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية فيما يدفع العواز بأخرى إلى إرسال أبنائها طواعية للقتال مقابل أي مبلغ يعين على البقاء أما أسوأ أوجه المأساة فهو أن من ظل السلاح طريقه إليهم من بين هؤلاء يعودون بالتلابات النفسية وسلوكية عواقبها تتجاوز الأسرة نحو أمن واستقرار المنطقة برمتها مساونا انتهى ولقاؤنا يتجدد الأحد المقبل ترجمة نانسي قنقر